العفوية في ارتداء الملابس التقليدية هي مفتاح الأناقة الجديدة في الأزياء الرجالية هذا ما اختارته كلير وايت كيلر مصممة دارجيفونشي للأزياء عنوانا لمجموعتها لخريف وشتاء 2020 و2021 فجسد ذلك في مجموعة استوحت المصممة جزءا كبيرا منها من أزياء الهندي المهاراج الرابع عشر الذي عرف بلمسته الخاصة في عالم الأزياء بدايات القرن العشرين وطريقة تنصيقه بين الأقمشة والمشاهرات التي كان يرتدي بعد انتقاله إلى لوس أنجلس في ثلاثميات القرن أحب دار الأزياء هذه كثيرا وعجبتني اليوم ألوان المجموعة القلادات التي وضعت على بعض المعاطف والقمصان الفطفاضة والسترات ذات السحابات شكلت قطع المجموعة الشبابية كما عرضت قطع توحي بالغرب الأمريكي من خلال القبعات أما ألوان المجموعة فتراوحت بين البنفسجي والأسود والبيج والكاكي الذي شهد في بعض حقائب المجموعة الرجالية عرض رائع أحببت الأحذية وقبعات رعاة البقر والسترات الفطفاضة التي عرضت اليوم قطع جميلة لم تتردد درج فانشي للأزياء أن تقدم كوب قهوة صباحي لضيوفها قبل عرض مجموعتها الرجالية الجديدة فالساعة الآن هي التاسعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية ليث بزاري العربية تاريس